المانجا من اجمل الفواكه الصيفية بس ما سألتش نفسك قبل كده مين اول واحد دخل المانجا مصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المانجا ومين اول واحد دخل زرعتها في مصر مبدئيا المانجا من اجمل سمار فصل الصيف وهي تعتبر ملكة سمار فصل الصيف وبيجمع الخباك الكبير والصغير مفيش حد اسمه وبحبش المانجا سواء كتعصير او قطع كمان المانجا انواحها كلها جميلة سواء انواع الشعبية او حتى الانواع الفاخرة نيجا بقى للسؤال بقى واجابته مين اول واحد ادخل زراعة المانجا في مصر والاجابة هتكون مفاجئة بالنسبة لك وهو الزعيم احمد عربي ايوه الزعيم احمد عربي قائد الصورة العربية القصة بقى جات منين وبدأت ازاي حولك بعد الفاصل والقصة بتبدأ سنة 1882 مع هزيمة الجيش المصري بقيادة احمد عربي واحتلال مصري من قبل بريطانيا تم الحكم على الزعيم احمد عربي بالاعدام وتخفف الحكم لنفي الجزيرة سيلان اللي كانت تبع دولة سريلانكا كان في اخرى تحت احتلال البريطاني وبالفعل الزعيم احمد عربي وارفاقه تم نفيهم الجزيرة لمدة 20 سنة لما الزعيم احمد عربي اتنافع في جزيرة سيلان كان الشعب في جزيرة سيلان متعاطف معه جدا وكان بيحبه لان ببساطة العدو المشترك بينهم هم الانجليز ونتج عن كده ان تعايش معه متزوج من امرأة من جزيرة سيلان وانجل منها 8 امناء اربع زخور واربع ناس بناء مسجد ومدرسة لتعليم لغة عربية والاسلام واسلم على قديه ناس كتير والناس هناك كان بتحجوا الدرجة من كانت تكلدوا في اللبس الابيض والتربوش والزعيم احمد عربي كان بيحتفل هناك بالاحتفال الدينية كلها ليلة رأس السنة الهجرية لإسراء والمعراج لفنصف الشعبان المولد النبو الشريف الاحتفال بلدة القدر الاكلات كلها حتى الكنافة والقطايف وكحك العيد كان هناك مشهور ولازال الى الان ابناء او احفاد للزعيم احمد الرابي عاشين في جزيرة سيلان قابل للزعيم احمد الرابي هناك السير توماس ليبتون اللي هو صاحب اعلامة ليبتون ومؤسس شركة ليبتون طبعا لصناعة الشاي جزيرة سيلان كانت مشهورة بزراعة الشاي وحتى انه بعت لمصر الشاي وانتشر في مصر قابل كمان صمرة لذيذة جدا اسمها المنجن المنجن على فكرة هي مشهورة جدا في الهند وجزيرة سيلان قريبة من الهند عجبته الصمرة وحب ان هو يهديها الاحمد باشا من شاوي صديقه وده صاحب اطيان واراضي زراعية في مصر في محافظة الغربية امده من الصمار او البزور بصمرة المنجن وتم زراعتها في مصر ونجحت بالفعل وانتجت صمار كتير وانتشرت في مصر وبدأ لعيان اصحاب الاراضي تنفسوا على استراد انواع جديدة لمصر وبكده يعتبر ان الزعيم احمد عرابي اول شخص ادخل زراعة المنجن في مصر لما راجع حتى في النفي سنة الف وانتج كان معا شجر الصمار المنجو زراحها في قريته في مركز القراشية اللي تبع مركز الصنطة في محافظة الغربية والشجرة دي كانت موجودة لحد الان في نهاية الحلقة اتمنى الحلقة ديتكم العجباتك وعرفت مين اول شخص ادخل زراعة المنجا في مصر المنجا تعتبر من الصمار لازيزة جدا وشهية بكل انواحها اتمنى الحلقة ديتكم عجباتكم وان شاء الله في حلقات جديدة بتنساش بها تضعها زر اعجاب وتشارك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الحلقات واكتبت عليكم انت عايزه كان معكم بلاو مصروي السلام عليكم الله وبركاته